نهاردة ماتش الزمالك الزمالك خرج من دوري أبطال في أفريقيا لكن عنده ماتش النهاردة في أنجولا مع بيترو أتليتكو شايف الماتش ده إزاي هل حيتعامل المدير الفني إزاي مع الماتش خصوصاً إنه خلص خرج من دوري أبطال أفريقيا وإيه الخطط اللي ممكن نلعب بيها النهاردة طبعاً هي مباراة مهمة جداً لعنصر واحد بس في نادي زمالك وهو جيسواردو فريرا فريرا مدير الفني الجديد ما كملش عشر قيام مع الزمالك خد مباراة واحدة بس مباراة الوداد والأسف الفريق خسرها وكانت تأكيد بنسبة كبيرة جداً على خروج الزمالك من البطولة وإكد ده أكتر كمان وصول بيترو أتليتكو لصدارة المجموعة النهاردة مباراة هي بتهم المدير الفني علشان يشوف العناصر اللي موجودة عنده عشان يثبت إن فيه عملية تصحيح للأخطاء الفنية اللي مرت بالفريق في الفترة الأخيرة أعتقد إن الزمالك في الجولتين سواء في ديات أو في الجولة الأخيرة مع فريق ساجرادا هيستغلهم علشان فريرا يحط الخطة بتاعته ويحط طريقة اللقاء بتاعته ويجرب العناصر اللي موجودة عنده أتخيل إن حساب الجهاز الفني الحالي مؤجل لمباراة الدوري إن شاء الله أعتقد أول مباراة مع بيرامدس يوم 6-4 مؤجل الجولتين دولت مش هيبقى حساب لهم لأنهم تحصيل حاصل بالنسبة للزمالك هو فقط حابب يقول إن أنا موجود وإن أنا بصحح الأخطاء أتمنى إن لعبة الزمالك تاعي ده جيدا خروج من دور المجموعات في نسختين وراء بعض أمر لا يقبله جمهور نادي الزمالك ولا يقبله كل المحبين النادي أعتقد إن اللعبة لازم تصحح الأوضاع ديته وجهاز الفني الجديد وأعتقد إن كمان أمل جمهور نادي الزمالك في فريرا كبير جدا لأنهم عندهم تاريخ أو هستوري قديم لفريرا محقق السنائية مع الزمالك ومدرب كبير جدا أعتقد إنه هيبدأ يشتغل على وضع ده الفترة طيب من هم الكلمة عزمالك بقى أبو جبل ولا عواد تفتكر بيه اللي هيبدأ في حراسة المرمى وسؤال تاني برضو الناس بتسأله على السوشيل ميديا يعني هل أبو جبل لو ما بدأش في حراسة المرمى فرصته قائمة أنه ينضم المنتخب لا أبو جبل أريدي في المنتخب خلاص ديت ملف منتهي ما فيش مشكلة مركز حراسة المرمى في شناه وأبو جبل موجودين يبتلل بتاعهم يكون محمد صبحي أعتقد التلاتة دول ما فيش خلاف في ضمهم في القائمة اللي هتعلن النهاردة أما في نادي الزمالك فكرة أبو جبل ولا محمد عواد ده هيكون شأن داخلي في نادي الزمالك لبعدين البعد الفني إن أبو جبل للفترة الأخيرة يعني نقدر نقول مش مركز قوي أو مش في حالته اللي كان ظاهر عليها مع أمم أفريقيا في نفس الوقت البعد الإداري إن نادي الزمالك بيحاول يشوف هل أبو جبل مكمل أصلا وهيجدد عاده مع الزمالك ولا ممكن يمشي بالعرض الخليجي اللي موجود عنده فالفكرة دي هتمخلية إن ممكن محمد عواد أسهمه تزيد في الفترة اللي جاية لأنه هو اللي مكمل معها وضامن إنه هو ماشي طول الفترة اللي جاية أبو جبل لو جدد عاده أعتقد إنه هو هيكون هو الحارس الأساسي في نادي الزمالك